السلام عليكم البنات اليوم اجيتكم مملحات اصابع الجبن المقرمشة اللي كانت تعملوا فيها مكونات بسيطة وكنطيبوهم بدون فرن وفوق سواجيس وعلى بركة الله نبدأ مباشرة في التحضير سنشارك معكم المقادر والطريقة التحضير في نفس الوقت سنحتاجوا وعاء اللي سنضيروا فيه بيضة انا عندي بيضة بحجم كبير ونقول لك ستعملي اي بيضة عندك سنضيروا البيض ونضيروا معاه ملعقة للزبدة مايو عادر تقريبا 30 جرام الزبدة على حرارة البطرخ تكون بومات باش تجينا سهلة في العجينة ونضيروا قبسة الملح هنا رشة الملح حسب الراطة ونضيفو فرماج حمر محقوق تقريبا 30 جرام حتى 50 جرام ديال الجوب الأحمر المبشور ونخلطوا هاد المكونات مزيان بالنسبة للجوب ممكن لك ستعملي اي جوب نمتوفر عندك والكمية اللي كينا عندك يعني ماشي بالضرورة ماشي بالضرورة 30 و 50 جرام ممكن لك بالكمية اللي عندك ونخلطوا مزيان وفي هذه المرحلة نزيدوا قدرة التوم او قدرة الباصال او الحار المهم البهارات اللي قريتوا ونزيدوها في هذه المرحلة وهنا غنجمع العجينة ديالنا بالنشاء النشاء الطورة يعني اللاميزينة نبقى ونزيده هنا في اللاميزينة تدريجية قريبا هنا عندنا استطلية 100 جرام بتاع اللاميزينة قدرت نزليك 100 جرام بتاع 130 جرام على حسب البيض على حسب الحجم ديال البيض ونقون جمع العجينة بتا تكون قاسحة نقون زيدوا تدريجيا في ذلك النشاء ونقون عجنو بتا نحصلو على العجينة تكون متماسكا بزيان كما كتشوفو هدا هو القاوم ديال العجينة يعني ما كيتصقش يكون العجينة إلا كن نشدوه بالدينة ما يلسك لنا في الدينة وكنشكلوه بهات الطريقة نديرو فيه أصابيع رقيقة بزاف وميمرقيقة بهاد الحجم هدا ونديروهم في الزيت في مقلات فيها الزيت تكون الزيت باردة يعني ما نسخنوش الزيت كنديرو فيه ذك ذك الصبيعات اللي صوبنا بتا كنكملوهم وكنشعلو العافية نديرو العافية تكون مهيلة بزاف ونديرو عليه ذك المقلات ونخليوه يطيب على خاطرهم يعني ما ننجحدوش العافية نديرو العافية مهيلة بزاف كما كتشوفو كيتابو معنا احنا راه سرعت الفيديو يعني راه سرع الفيديو كيتابوه بشوية بشوية كيتحمروه مش كيتحمروه المهم غا كي يقوليو لونهم ذهبي ما نحرقوهم شي لاحق تحرقوه كتوليو فيهم ووحد المرأة الماضاق ماضاق خيب خاسهم شي تحرقوه غا كيش بدلون ذهبي وكنحيدوهم صافي من اللي كنحيدوهم البناس كنخليو عوتاني الزيت تكي يبرد يعني خاسي يبرد تماما بالزيت عادا نديرو عوتاني القلية التانية عوتاني القلية التانية خاسي نديروها في الزيت تكون بارضة هذا هو اللون اللي كيش بدلية كما كتشوفوه كي يكونو احنا مهم ذهبي مفتوح ما يكونو اوش ذاك الذهبي المغلوق لانا كتكون فيه مرحة بحلة بحروقين وكان انا احنا شوية الحار لاني مادرتش فيهم الحار والاقبل الدراري الصغار ديالي كتش فيه شوية الحار كي ما كتشوفو كي يجو مقرمشين بساف يجو مقرمشين بساف كي يجو مقرمشين وبنان واحد الماضاق البنات را ما نقولش لكم را انا من اكتشفت هاد الملاحات ما كيخطونيش وحتى ساهلين في التحضير يعني كتحضر يوم فرمشة سعين انتبنا للفيديو ديال اليوم انا الاعجاب ديالكم وملتقانا في الفيديو القادم ان شاء الله موسيقى موسيقى